نتكلم فيها على الإشعات الإشعات هي إصلاح خطير كان سبب رئيسي في حسم حروب طحنة حروب اقتصادية عسكرية حروب سياسية وغيرها وكمان هي عضو خطير للاستقرار والنجاح في مختلف البيئات من أكتر البيئات تعرضة لخطر الشائعات هي بيئة العمل هنحاول النهاردة نعرف تأثير الشائعات على بيئة العمل من زوايا مختلفة هل ليها شق إيجابي؟ هل ليها شق سلبي؟ هنعرف إزاي ممكن نوجهها ونقلل من أثارها الكارثية النهاردة دي في أكيد لمشرفني وننورني دكتور رقفة يوسف أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية مجهز لنا النهاردة السيناريو حلو جدا للإشعات خاصة في بيئة العمل هنتكلم عنه تفصليا بعد ما رحب بدكتور رقفة أهلا بيك يا دكتور صباح الفل على حضرتك حف ان السيناريو يطلع إشعاء في الآخر فربنا يا أستاذ لا نهاردة مش هنقول إشعات كلها حقائق بإذن الله طيب الإشعات دي هي موجودة في كل حتة في الدنيا بس النهاردة هنركز على بيئة العمل هل في مفهوم معين للإشعاء طيب هي الإشعاء يقام معلومة خطئة كاملة يقام جزء منها خاطئ وجزء منها صحيح والأكثر انتشارا هو بيبقى فيه جزء حقيقي وجزء كاذب طب ليه عشان تبدو فيها جزء من المنطقية بس أنا عايزة بتيدي بمقولة كده لطيفة جدا بتقول عندما تموت الإشعة عندما تدخل أذن الحكيم شايف الجملة حلوة إزاي تموت الإشعة عندما تدخل أذن الحكيم أعمال العقل أنا مقدرش أمنع الناس إن هي تطلع إشعات لكن أنا أقدر أفلتر الكلام اللي بيدخل وداني لأننا لو معرفتش أفلتر الكلام اللي بيدخل وداني هتحول لشخص بيتقال عليه باللغة الدرجة شخص ودني شخص ودني أي حد يرمي معلومة في ودانه بيتحرك احنا قلنا كلمتين مهمين هنا قلنا أفلتر وقلنا حكيم فده يقودني كده القصة بسيطة حصلت مع سقرات اسمها سقرات والفلاتر الثلاث جي حد حب يوشي بأحد تلاميذ سقرات لسقرات يعني يحاول بقدر إمكان كده يطلع عليه معلومة مش صحيحة يزره يزره خلينا نقولها بالبلد كده يزره فسقرات قال له بص يا ابني قبل ما تقول لي المعلومة دي أنا عايز أسألك ثلاث أسئلة شوف الحكمة دورها إزاي شامف أن هي تخلي الشخص ما ينصعش لأي حد يقوله أي حاجة السؤال الأولاني انت سمعتها ولا شفتها فهو هنا بيتكلم على هو متأكد ولا مش متأكد لو قال له سمعتها يبقى كده انت مش متأكد فقال له سمعتها السؤال التاني أو الفلتر التاني قال له المعلومة دي إيجابية ولا سلبية قال له سلبية السؤال التالت أو الفلتر التالت المعلومة دي هتفيدني ولا مش هتفيدني قال له مش هتفيدك قال له طب معلومة انت مش متأكد منها ومعلومة سلبية ومش هتفيدني تقول هالي ليه فالراجل أخذ بعضه ومشي وهو مزهول من اللي عمله سقرات معه آدي فكرة هنا الحكمة وانك انت تفلتر الكلام اللي بيدخل جود احنا بيحصل معنا العكس يا شامف خصوصا الشخص المسؤول عنه يطلع إشعاعات هو شخص ذاكي ليه؟ لأنه عادة اللي بيطلع إشعاعات هو بيقول المعلومة عدة مرات يعني لو تفتكر هشام وزير الإعلام النازي اللي هو جوزيف جوبلز قال إيه؟ قال اجذب 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 حتى أصدقك يعني بمعنى تكرار الكلام السلبي وده لأسف بعض الجماعات الإرهابية بتعمل الكلام ده لما بيكرر الحاجة كذا مرة للأسف الناس بتصدق لأنه في علم النفس بيقولك انت لو قلت معلومة عشر مرات تساوي بنفس القوة لو أنا سمعت المعلومة من عشر أشخاص فأحيانا مروج الشائعات بيعتمد على فكرة التكرار فالتكرار يخلي درجة ثقة الناس بالمعلومة يوصل لدرجة عالية جدا